تعالوا نفتح أول ملف معنا في حلقتنا النهاردة البارح أعلن إجراز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي بيتوري عن القائمة الأولية للعبين المحترفين اللي حينضم 11 لعب منهم ليه معسكر شهر أكتوبر إن شاء الله المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر واللي حيتلعب من خلاله مباريتين وديتين قدام زنبيا وكمان قدام الجزائر الكلام ده هيكون يوم 12 ويوم 16 أكتوبر القائمة ضمت الأسماء الآتية محمد صلاح محمد النني محمود حسن تريزي جي طرق حامد أحمد حسن كوكا مصطفى محمد عمر مرموش حمدي فتحي محمد شريف سام مرسي أحمد حمدي والحقيقة كلها اختيارات متوازنة جدا جدا وكلهم الحقيقة كل اسم منهم على حدة متقلق للغاية في الفترة الأخيرة يعني كلهم متقلقين مع فراغهم في الدوليات الأوروبية المختلفة بس انت كلمت عن ماتشين وفيه كمان يعني كلام أكتر عن تحديدا عن ماتشين زي عمدي هنا وي الجزائر هم مهمين جدا كمان خلينا نقول أكتر من سبب أولا أنت بتتكلم أن بقى لنا فترة طويلة جدا بنلعب مع منتخبات خلينا نكون صرحة تصنيف ثالث ورابع وكنا بنحقق نتائج جيدة جدا لكن وقتها قلنا يا جماعة احنا مش عايزين نفرح قوي مش عايزين الثقة تبقى عندنا عالية لأن انت لسه في البداية لما لعبنا بقى مع منتخب من التصنيف الأول زي طبعا تونس منتخب تونس احنا للأسف الشديد خسرنا بالنتيجة كمان كانت كبيرة لما تيتكلم خسارة ثلاثة واحد لا يعني دي مش أفضل نتيجة أبدا ومش أفضل خسارة أبدا يعني فيه خسارة ممكن تبقى بعد لعب كويس جدا وعملت اللي عليك وغيره يبقى مثلا بفارق نقطة وغيره لا صعب جدا اللي حصل أكيد عشان كده لو حنيجي نتكلم حنقول مطلوب لنا نغير السورة تماما نظهر بشكل أفضل كمان أمام زامبيا والجزائر وخصوصا مواجهة الجزائر أنا هنا عايزة أتكلم عايزة قف شوية لأنها هتكون قوية جدا تجربة كمان أعتقد مفيدة أمام أفريقيا وفكرة هنا كمان تتلعب المنتخب الجزائري هو عنده سكواديا كريم يعني المتابع طبعا لا قوي جدا عنده نجوم في دوريات أوروبا يعني وعنده محترفين أبرزهم خلينا نقول مثلا رياض محرز رياض محرز طبعا لاعب وسط ميلان وعندك كمان إسماعيل بن ناصر مدافع رامي يعني سبعيني نجم براسيا دوترموند وغيرهم وغيرهم من المهاجمين والهدفين التقال جدا فلا طبعا هتبقى مباراة صعبة هتبقى مباراة قوية جدا انت مش عايز بس يبقى أداك مختلف انت عايز يبقى فيه تطوير في كل حاجة بصراحة يعني أنا مش عايز أقول أو مش خلينا ما نقولش يا كريم أو ما نحبطش حتى نفسينا بالكلام نفسينا مش بس اللعيبة لا ما نحبطش نفسينا بالكلام ده بس فيتوريا لازم يركز جدا ولازم يبقى فيه رد فعل قوية كمان على الأرض ولازم يبقى فيه تنبيح قوي جدا للمنتخب ان احنا ما عندناش رفاهية ان انت تخسر او ان انت تضيع كورة او ان انت تضيع فرصة كل ده هيحسب ضدك فبالتوفيق طبعا لكن فيتوريا هنرجع نقول رجل له يعني ثقل كبير جدا وان كانت لسه النتائج على الأرض يعني مش ملموسة لكن احنا متمنين او يعني عندنا امل ان شاء الله يبقى فيه حتى نتيجة مختلفة هذا الموسم يا كريم احنا مش بس ما عندناش الرفاهية احنا حتى ما عندناش الخلق الحقيقة انت ده لان الناس خلاص جابت اخيرا احنا بقى لنا فترة طويلة جدا ملف المنتخب ده الحقيقة يعني ملف مش عارف ليه هو شائك وبقاله فترة ومش فاهمين ليه فيه حاجات غريبة جدا بتحصل فيه المنطق لازم يكون حاضر فيه ما يتعلق به ملف المنتخب اكتر من كده بكتير لان احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على منتخب مصر ومنتخب مصر ده لفترات زمنية مش قليلة ما كانش قليل وما كانش بسيط اشتركوا في القناة